واسمحوا لي بأن أتطرق لبعض النتائج المثمرة لما تم التوقيع عليه مؤخراً الاتفاق على الإسراع في عادة الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة وبدء العمل بهما كما جاء في مذكرة التفاهم في البند رقم 12 التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة والذي سينظم عمليات الاستكشاف وتطوير الإنتاج في المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد الهيدروكربونية المشتركة في المنطقة كما وضحه البند رقم 4 الاتفاق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة كما هو موضح في البند رقم 13 الاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية مما سيساهم في كفاءة وسرعة القرارات التي من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير الحقول المشتركة وفقا للبند رقم 15 الاتفاق على وضع آلية مناسبة للاستغلال الأمثل للثروة المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة كما هو مبين في البند رقم 16 الاتفاق على إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرفين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات بما فيها الرسوم الجمركية والتي كانت لها تبعات مالية على الطرفين وفقا للبند رقم 11 المنطقة المغمورة هي الجزء المحاذي للمنطقة المقسومة من الجهة البحرية وأود أن أشير إلى ما تم التوصل إليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية فيما يخص منطقة الزور فقد تم الاتفاق على ما يلي أن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية منشآتها ومبانيها الإدارية والسكنية والأرض المقام عليها والمقدرة بفاصل 7 كيلومتر مربع في منطقة الزور وبشكل نهائي خلال خمس سنوات ويتم تسليم هذه المنشآت والمباني الموجودة إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها بعد أن يتم عمل التقويم اللازم لها من خلال ثلاث بيوت خبرة عالمية مختصة وأن تدفع حكومة دولة الكويت التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية لأخلائها كما جاء في البندين 5 و6 بالنسبة لمرافق التصدير في منطقة الزور والمملكة حاليا لشركة شيفرون العربية السعودية والتي تقع على مساحة 1.2 كيلومتر مربع فقد تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج بدفع نص قيمة مرافق التصدير وفق تقويم مناسب يتم تكليف ثلاث بيوت خبرة عالمية مختصة بعمله وإجراء الفحص النافي للجهالة لتصبح مرافق التصدير بحالتها وفي موقعها مملوكة بالتساوي ولكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج لتدار من خلال عمليات الوفرة المشتركة أسوة بعمليات الخبج المشتركة مما يوفر منفذا بحريا جديدا لتصدير حصة دولة الكويت من نفط المنطقة المقسومة كما هو واضح في البندين سبعة وثمانية من مذكرة التفاهم ومن الجدير بالذكر أنه بفضل المولى عز وجل ثم بجهود المخلصين من طاقاتنا وكفاءاتنا الوطنية تم استغلال فترة توقف الإنتاج في تحقيق الكثير من الإنجازات ومنها على سبيل المثال للحصر إعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية القديمة لتصبح الآن أفضل كفاءة وأكثر أمنا من ذي قبل فقد قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بأعمال تحسينات على منشآت ومرافق حقل الخفجي والذي عزز من قدرة هذه المرافق على استيعاب كميات الغاز المصاحب في عمليات الخفجي المشتركة ليتم تصديره للكويت عوضاً عن حرقه سابقاً وذلك من خلال الخط الجديد الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه إن شاء الله بمنتصف عام 2021 مما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مالية مجزية سنوياً عمل دراسات مكمنية تفصيلية تم من خلالها تحديد امتدادات الحقول واستكشافات جديدة مبشرة أدت إلى مضاعفة المخزون النفطي للدولة كذلك عمل دراسات للبحث عن حقول برية للغاز أثمرت عن احتمالية كبيرة لتواجد الغاز في تلك الحقول إنشاء وإعادة تأهيل الخطوط البحرية لزيادة كفاءة نقل النفط وفق الاشتراطات البيئية كما أود أن أبين بشكل واضح على أن توقف الانتاج من المنطقة المقسومة في تلك الفترة لم يؤثر على إيرادات دولة الكويت من انتاج النفط إذ تم تعويض الانتاج من الحقول الأخرى ودون الإخلال بحصة دولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وأن ما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية إذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها في فترة اللاحقة ومما عزز من قدرة تلك المكامن سنويا عمل دراسات مكمنية تفصيلية تم من خلالها تحديد امتدادات الحقول واستكشافات جديدة مبشرة أدت إلى مضاعفة المخزون النفطي للدولة كذلك عمل دراسات للبحث عن حقول برية للغاز أثمرت عن احتمالية كبيرة لتواجد الغاز في تلك الحقول إنشاء وإعادة تأهيل الخطوط البحرية لزيادة كفاءة نقل النفط وفق الاشتراطات البيئية كما أود أن أبين بشكل واضح على أن توقف الانتاج من المنطقة المقسومة في تلك الفترة لم يؤثر على إرادات دولة الكويت من انتاج النفط إذ تم تعويض الانتاج من الحقول الأخرى ودون الإخلال بحصة دولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وأن ما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية إذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها في فترة لاحقة ومما عزز من قدرة تلك المكامن في المنطقة وفي الختام أود أن ألخص أبرز ما أسفرت عنه مذكرة التفاهم مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وأقول توقيع مذكرة التفاهم يعني عودة الانتاج لحصة الكويت البالغة 250 ألف برميل يومياً قبل نهاية عام 2020 وزيادة القدرة الانتاجية للدولة مع الالتزام بحصتها في أوبك مذكرة التفاهم وتوقيعها يعني تطوير انتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وهي حصة دولة الكويت من حقل الدرة توقيع مذكرة التفاهم يعني زيادة في احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي للدولة توقيع مذكرة التفاهم يعني حصول دولة الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة شكراً معي الأخ رئيس شكراً تفضل الله وزيرنا إذا تسمح مع الأخ الرئيس عندنا بعض الأمور التي أثيرت ومن الواجب يمكن بيانها من خلال تفضل بعض ما أثير بأن هناك خسارة للكويت من وقف الانتاج والواضح كما ذكرنا بأنه لا توجد خسارة في الإيرادات النفطية وأن النفط الذي لم ينتج موجود في المكمن ما يثار بأن الكويت تخسر إنتاجها وجزء من حدودها البحرية بتوقيع الاتفاقية إنتاج الدولة هو وفق حصتها في أوبك وأن الحدود المشار إليها هي حدود تم الاتفاق عليها وتوقيعها باتفاقية عام 2000 وأقرت بقانون من مجلس الأمة الموقر تبعية ميناء الزور لمن؟ طبعا وفق المذكرة بأن ميناء الزور هو تحت السيادة الكويتية ويتم استخدامه من قبل العمليات المشتركة أسوة بالخفجي فرض الضرائب على الجانب الكويتي كما ذكرت بأن نص البند رقم 11 واضح لا إتاوات ولا ضرائب ولا رسوم تفرض على الشركات المعنية بإدارة العمليات المشتركة التابعة لكل من الطرفين أن الكويت بهذه الاتفاقية تتنازل عن حقوقها لم يتم التنازل واضح بأن هناك مكتسبات للكويت منها منفذ بحري إضافي منفذ للتصدير أثير الإسراع بإنتاج النفط والغاز وتنظيم العمل من خلال العمليات المشتركة طبعا أثير بأن خسائر تصل إلى 90 مليار تعويض لشركة شيفرون العربية السعودية عن عدم الإنتاج طبعا لا يوجد تعويض للطرفين عن عدم الإنتاج ولكن يمكن حتى من المفروض أن نكون شوي حريصين فيما يثار من أرقام الإمباير ستيت في مدينة نيويورك تقييمها في عام 2014 كان أقل من 600 مليون دينار نقول 900 مليار تعويض لشركة شيفرون نعتقد الأرقام هذه يمكن أرقام فضائية شكرا معاي الأخ الرئيس نواب الأمة بأن يكون للشارع صوت والشارع أسئلة وكذلك من واجبنا كوزراء وكمعنيين بأن نجيب على هذه الأسئلة من خلال اللجنة المختصة وبعد ذلك يطرح هذا التقرير لمجلس الأمة الموقر للتصويت عليه ولكن هناك بعض الأمور البسيطة التي لا بد من الإشارة لها وهي عدم المزايدة على وطنية من شارك ومن فاوض في هذا الموضوع وهناك أمور متعلقة ليس فقط في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع ملحق الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هناك أيضا عقد بيع وشراء الغاز مع دولة قطر الشقيقة في الخليج وكذلك هناك استثمارات كويتية في الجانب العماني في مصفات الدقم وهناك اتفاقات ومشاركات كثيرة سواء مع عمقنا الخليجي أو مع تاريخنا أو مع دول الجوار الأمور هذه لا تزال مستمرة وجاري العمل على تطويرها وهذه من الأمور التي من الواجب ذكرها ولكن عندما تثار بعض الأمور المتعلقة بالخسائر أو التعويضات أو التشكيك في بعض البنود التي كانت موجودة سواء في ملحق الاتفاقية أو مذكرة التفاهم لابد من الإشارة إلى أمرين الأمر الأول وهو أن اللي شاركوا في هذه المفاوضات كانوا يعلمون يقيناً بأن عودة الانتاج أمر أساسي يعود بالنفع على الدولتين الأمر الآخر عند المقارنة والنظر إلى خسائر لابد من استذكار شيء معين هل كان من الأفضل عدم التوقيع على هذه المذكرة والاستمرار بإيقاف النفط هل هذه ستقلل الخسائر اللي الناس قاعدة تتكلم عنها أو تزايد عليها للأمانة البيوت الاستشارية اللي تم الإشارة لها واللي سيتم التطرق للحديث عنها بشكل مسهب وطويل في اللجنة في حال تم إثارة هذا الموضوع البيوت الاستشارية هذه بيوت استشارية محكمة ومصنفة بيوت الاستشارية لها دور ولها دراية ولها دراسة هذه البيوت كما أصلاً جاوب بعض الأعضاء على بعض التساؤلات الأخرى سيتم نقاشها في لجنتكم شكراً زملائي وزبيلاتي أعضاء مجلس الأمة وكذلك الوزراء وأترك المجال بعد موافقتك بعالي الرئيس لزميلي وزير الخارجي